الى صحيفة الانديبندنت اوكرانيا تراقب بقلق زيارة الرئيس الصيني الى روسيا اكد مسؤول اوكراني كبير اليوم الاثنين ان اوكرانيا تصر على انسحاب القوات الروسية من اراضيها وذلك قبيل وصول الرئيس الصيني شيجين بيانج الى موسكو وكتب الامين العام لمجلس الامن الاوكراني وليكسي دانيلوف على تويتر صياغة لنجاح تطبيق قطة السلام الصينية والبند الاول والاساس هو استسلام او انسحاب قوات الاحتلال الروسية من الاراضي الاوكرانية وتترقب اوكرانيا بقلق زيارة الرئيس الصيني الى الكريملين هذا الاسبوع خشية ان تقرر بكين الحليف الاستراتيجي لروسيا في نهاية المطاف تسليم اسلحة لموسكو وبالتالي التأثير على نتيجة الحرب وتلعب بكين دورا محايدا اذ لم تدن الهجوم الروسي ولم تدعوه علنا اذا كانت الصين تصر على احترام مبدأ وحدة اراضي اوكرانيا فهي قدمت ايضا دعما دبلوماسيا فعليا لموسكو منذ بداية الهجوم على اوكرانيا في فبراير شباط لعام 2022 ويأمل الاوكرانيون ان يسهم ضغط حلفاء الغربيين على السلطات الصينية في الحفاظ على هذا التوازن الهش وقال مسؤول اوكراني كبير رافضا الكشف عن اسمه ان اوكرانيا ستتابع عن كثب هذه الزيارة واضف بالنسبة لاوكرانيا من المهم ان تحافظ الصين على سياستها القائمة على الاحترام الثابت لوحدة اراضي دول اخرى بعد ان اعلنت موسكو ضم خمس مناطق اوكرانية وقال مسؤول اوكراني كبير اخر رافضا الكشف عن اسمه مطلع مارس اذار اذا بدأوا بتقديم الاسلحة فستكون هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لنا اشتركوا في القناة